بعد تعليقه المساعدة الانسانية عن النازحين واللاجئين السوريين بسبب ما عزاه الى اسباب بحتة في انتظار وصول الدعم ها هو برنامج الغذاء العالمي يعلن مجددا عن استئناف اغاثاته الانسانية بشكل مؤقت بعد تلقيه هبات خلال الساعة الاربع والعشرين الماضية بلغت 21.5 مليون دولار الا ان المتضررين وانحظوا هذا الشهر بحصص غذائية محدودة الا انهم سيحرمون منها ابتداء من شباط فبراير المقبل اذا لم يتوافر التميل اللازم وفق تحذيرات برنامج الغذائي العالمي وبالارقام اربعة ملايين سوريين يهددهم الموت جوعا لحظة توقف هذه المساعدات الاممية مما دفع بالمتحدثة باسم البرنامج اليزابيت بيرز الى اطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان دولار يوازي حياة او حملة اثنتاني وسبعون ساعة لجمع اربعة وستين مليون دولار بدعم من المغني الوي بلاك صاحبي اغنية احتاج الى دولار عام الفين وعشرا بيرز اكدت في تصريح صحفي ان الاموال التي تلقاها البرنامج تمثل ثلث حاجاته لشهر الجاري وجاءت من افراد وشركات وحكومات موضحة ان اكثر من عشرة الاف مانح قدموا مساعدات مالية خلال الساعات الماضية فيما لازال البرنامج بحاجة الى اثنين واربعين فاصل خمسة مليون دولار اضافية ليتمكن من تغطية كافة نفقات توزيع مساعداته الغذائية حتى نهاية الشهر الجاري وهي عبارة عن قسائم شراء غذائية لنحو 1.7 مليون لاجئ سوري في لبنان والاردن وتركيا ومصر بحسب بيرز الى ذلك تسود حالة من القلق لدى القائمين على الغذاء العالمي بشان اللاجئين داخل المخيمات مع اقتراب انتهاء الدعم في الحادي والثلاثين من كانون الاول الجاري تزامن ذلك ونضاء الطواري الذي اطلقه البرنامج بقيمة 353 مليون دولار لتغطية عملياته في داخل سوريا وخارجها حتى نهاية فبراير شباط المقبل